السلام عليكم. يلا ناخذ المحاضرة الثالثة. بالنسبة للمحاضرة الثالثة راح نحتي data analysis. شون يعني data analysis? راح نجي. احنا اخذناها بالنظري. راح نجي نطبقها بالعملي. اوكي. باستخدام برنامجنا برنامج ال SPSS. فمثلا البار شارت الباي شارت الهيسلوغرام. هاي الأشياء اللي اخذناها بالمحاضرة بالمحاضرات. راح نجي. اليوم نتعلم كيف نسويها. اوكي. احنا من تعلمناها بالنظري. كنا نرسمها بالمصرب على ورق او قلم. زينان اذا عندي عينات وكذا اريد. اجي برق او قلم وارسم البحث مالتي له. استخدم البرامج. فاستخدم برنامج ال SPSS. يقول لي descriptive data analysis. طبعا المحاضرة بها كلام يعني هواية. نسبيا يعني اكثر من المحاضرات البقية. بس هو كتطبيق عملي تقريبا متشابه وكل نفس الشي. سهل جدا. اوكي. فالdata analysis عندي ك data analysis. تحليل بيانات. وصفي. يا اما graphical مثوديا اما numerical method. طريقة graphical اللي هيش استخدم بها طريقة graphical. استخدم بها البار شارت والباي شارت للنومنال والاوردينال. اوكي. يعني ال scale multi nominal او او اوردينال. اللي هو هاي يعني منها اختار ال scale. منها اختار ال scale multi. او major multi. عند scale وعند ordinal وعند nominal. فاذا nominal او اوردينال. اللي هو كلمات يعني. استخدم البار والباي شارت. اذا هو continuous data. continuous ارقام بي. فاقدر استخدم الهيسلوغرام او السكتر داقرام. الهيسلوغرام او السكتر داقرام. هذاني بار شارت باي شارت. هيسلوغرام. اسكتر. احنا كل هن يعني نعرف هن المفروض. واليوم راح نعرف شون نمثلهم. نومنال. عندي هم للنومنال الاردينال داتة نستخدم frequency and proportion. لالcontinuous داتة نستخدم هاي مع المين وال standard deviation. اللي همني هسه الجزء الاول. اوكي. هاي الجدول شي قولي. يقول لي يا به. انت عندك scale المي جرمالتك. اكو scale واكو nominal واكو اوردينال. خلي انطيكم فتفاصل. بين ال scale وبين النومنال والاردينال. ال scale هو ارقام. اوكي. فان عاملة معاملة واحد. والنومنال والاردينال معاملة يعني متشابهة. اوكي. لان هو الفرق بيناتين بسيط. فال scale. يا اما ريد نقسمها حسب tables. جداول. وهنا نستخدم المين والميدين والمود وال standard deviation و الى اخرها هي. وهذا الكلام يعني بس هسه. نخلي بهاي المحاضرة ممكن يجعلي سؤال mcq و كذا. ما راح يعني نطبق شي بالsbss بهذا الجانب. يا اما scale نسوي graph. بالهيستوغرام واكوفة شي اسمه box plot. الهيستوغرام والbox plot شوي راح نحكي عنه بهاي المحاضرة. فال scale. يا اما نسوي tables. يا اما graph. بالgraph بالgraph histogram عندي او box plot. لطيف. النومنال والاردينال. اهميا هنه متشابهات يعني بيناتهن. يا اما tables يا اما graph. tables قللي frequency table والpercentage والproportion. هاي اعتقد يعني احنا مرة علي هنا. هاي ما frequency relative frequency. cumulative relative frequency الى اخره هي. هاي نقدر نسويهن بشكل جداول. ونقدر نسويهن بشكل graph. اللي يهمنا احنا شكل الجراف اليوم. اللي هو شون نسويهن شكل الجراف. bar chart او pie chart. فالنومنال والاردينال يحبن الbar chart او يشتغلن ويا الbar chart ويا الpie chart. ال scale يشتغل ويا الهيستوغرام. ويا هذا الشي الجديد اللي اليوم راح نحكي عنه شويه. اللي هو الهيستوغرام والbox plot. لطيف. حس نيجي. ال graphical method. احنا قلنا بهاذا لسايت عدنا ال descriptive data هنا لسيست graphical و numerical. هسي graphical. بالغراف عندي بار chart. خلينا نعيف الهيستوغرام المحاضرة. نعيف وروح لل SPSS مالتني. بالنسبة لل SPSS. انا منطيكم بيانات او variables اللي هن ال age وال weight وال gender وال severity وال data وال score. ستة variables اللي هن هنا بالdata. ستة variables. انا دخلت هن ذني حتى يعني من نجل المحاضرات. الارقام مالتنا جاهزات. ما كو حاجة نرجع نكتبهن من جديد. وهنا ما بيهن اي شي يعني. بس ال age دخلت من يمي اعمار يعني لا على التعيين ثلاثة خمسة بالتزايت. وال weight هميا كل واحد والوزن مالتها بشكل تقريبي. وهي وزعتهم female or male. وكذلك severity. هيا يعني بس مجرد variables. اوكي. مو فتشي اريد اسو على دراسة او كذا. variables حتى اتعلم منهن. severe. اتي قلت. اكو mild. واكو moderate. واكو severe. واكو date. واكو score. اوكي. هاي قلت لكم المقاييس مالتي كل هال variables. بس مجرد حتى اطبق عليهم. هس اول شيء اللي اريد اطبق عليها اطبق بها انا. اللي هي ال bar chart. شلون ارسم bar chart. انا قلت لكم graphical method. فاروح فتشي. فهوق اسمه. احنا دراسنا عن الترانسفورم. عن ال data. اكو فتشي اسمه. graph. او graphs. هنا انقروا عليه. بيذني خمس اشياء. مالي علاقة بيهن كل هن حتى ما اقراهن. اروح للاخير. legacy dialogue. بالlegacy dialogue. شغلة كلها كلها يعني مال هاي المحاضرة تقريبا اغلبيتها بالlegacy dialogue. او كلها. عندي bar. وعندي ذني ال pie chart هذا. هذا ال histogram. هذا الكتر. كل هن هنا موجودات. فهس انا اول مرة اشتغل على symbol bar. symbol bar اللي هو يعني one variable. اللي cluster two variables. اوكي. فهس انا اشتغل على symbol. نقارت عليه. اريد يعني ارتبهم حسب منو. قلت لكم او يعني شغلة هس لازم تعرفوها. انه ال bar يحب الاشياء categories. فأجل gender. اريد اشوف من الاكثر عندي ال male لو female. category male لو category female. فاختار gender. هاي نقارت على gender. واخليها. بالبداية اقول لها reset لان انا مشتغل علي قبل شوية. اقول لها عد gender. وهاي gender اخليها هنا. بالcategory access. ها هي. صارت gender بالcategory access. اقول له اوكي. راح يرسم لي bar. اوكي. اهنا قال لي يابا انت عندك ال female هم ثلاثة. السعر ال male هم ثلاثة وال female هم اربعة. خنشوف هذا الكلام صدق لو ديضحك عليني. انا عندي سبع بيانات. ال female 1 2 3 4 female وال male 3. اذا شغلة مضبوط. اوكي. هذا ال male هم ثلاثة. وال female 4. فهس رسمنا bar chart. انا وياكم تعلمنا شلون نرسم بالبرنامج. اوكي. راحنا للغراف. وبعدين راحنا legacy dialogue وراحنا bar. اه هو راح يرسم ليها كمسار. اقول له تروح. يا صارت أنت التائم رائع الا Mission оп resultados جدد لفقوقه يمكنك الإس seller ويemaس به المؤكدية ف Jenna Tone الأمر ليس دائم رائع تقل ت pencils ترمى ت Jord Key يربط لي في values او variables اثنين مثلا male وبيفة صفة ثانية احنا مثلا عدنا بجندر اللي هو male واقول ياابه المرض مالتها mild او في male والمرض مالتها moderate يعني يربط بين two variables اوكي بالجدول اذا اريد نسوي جدول وبيك two variables كنا نسمي cross tabulation اوكي فهنا بالغراف اسمي multiple bar chart او اسمي cluster ماذا نرسم هذا الكلسترات انا مخلي لكم معلومة هنا كلش مهمة لانه للامانة انا دوختني يالله وصلت اليها بوث variables شو تبيه categorical يعني الـ variables multi لازم اثنين categories مو يعني هاي الجندر مالتي male و female categories severity مالتي هذا الـ variable مالي severity mild و moderate و severe يعني هميا category اوكي مو اذا اجيلي الـ score الـ score هاي مو category هاي date مو categories مو اصناف 2020 جاي مرة واحدة 2021 جاي مرة واحدة 2022 جاي مرة واحدة مو categories بينما الـ severity جاي categories عندي category mild جاي مرتين category moderate جاي اربع مرات و category severe جاي مرة واحدة سنرى هاي ارسم مختبقي مختبقي مالي ملتوبر بار شاعت اروح للـ graphs اروح legacy dialogue اروح بار اقول لك لازرد هاي وبعدين اقول لilles define هنا من اريد من اريد اختار البيانات مالتي قلنا لازم اثنيا categories فالأولى جندر و جبتها. الثانية منية سيفيرتي يعني عندي سيفيرتي. بقبل اقول له اوكي. راح يسويها هنا. شوفوا هسا صاح عندي ملتبل بارتشارت. هذا ميل وهاي فيميل. هذول الفيميل. بالنسبة للميل الخط الأحمر هو موديريت. والخط الأزرق هو مال. ما عندهم سيفير. لان هو سيفير عندي بس واحد وابنائي. وعندي بالنسبة للفيميل هميا. موديريت هم أشخاص اثنين. بنات اثنين موديريت. وواحد سيفيرت بلون الاخر. وواحد مالت باللون الأسرق. فرتب ليها. اوكي. فمالتبل بارتشارت. اوبن ذا فايل. ثم فرام بول داون مينو. كليك اون لغاية دايلوك. وبعدين تروح بارتشارت. وتستخدم سلكت. ووراء ما تروح للبارتشارت. احنا نختار انه كلاسترد. ونقول لها سلكت فاريابل تو كدغيري اكسس. وانت وين تو كلاسترد. ثم كليك اوكي. يعني الفاريابلز مالتي. نعيد هميا حتى يعني تكون واضحة افضل. القراث. لغاية دايلوك. بار بالعافة ذا chat هي ايدي الفيركة. هدي ان هناك شهرات الكلاسترد. مالتي هي خلال لي but in the first to an option. انظر قاصمينها المطمئة. التروح بممكننا بالعافة ان تفضل في الروح. وي واحد اخبقتكم في الروح. ثم اقومي. اوكي. ها الاكي. ايتصول اللي حتى يبدأ ين triطب. ها يختل. حانتي الـ 되는 البيارات. المتناولة ياجب المط Accentur. K체 المCTO shirt. ونقد اؤанс البيارة. التحل. ένα هي upsلا 이 يمكن ان نظر في الريق العرض. المطمين اضع.arctica کا واش futuro tenga. أو نسب 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 pie charts are used to show مثلا severity of disease the pie should add up to 100% of the observed data pie charts should be clearly labeled هس شلون نرسم pie charts همين نروح لل يعني شوفوا من نجي للبرنامج نشوف الموضوع على الجسة نروح نقول لها ونقول لها legacy dialogue وكوهاي الpie انقر عليها الpie chart مثل البار اللي يكون symbol تكون one variable اوكي فاختار واحد من عندهم يا هو اللي يريد أن يشوف اريد مثلا هو الجندر قد اشوف من الاكثر الميل لو الفيميل فياجه للجندر هذا الجندر اقول لها define slices by gender وراح اقول لها اوكي طبعا اقدر اقول لها هنا slices represent يقيزهم او يطلع للأرقام حسب النمبر او حسب النسبة المؤوية نسبة المؤوية نسبة الولد ونسبة البنات فاني مختار هسا حسب النمبر اقول لها اوكي بروسسسنك قال لي ياهم يابا الفيميل ذولة والميل ذولة اذا اذا اطلع يعني كنمبر انقر علي نقرتي هاي من عندكم او بعدين اقول لها هو راح هاي هاي راح تطلع النسبة المؤوية العدد عفوان انا مو قلتي يطلع العدد مالتهم فهسا طلع العدد فذولة اربع ولد اربع فيميل سوري وثلاثة ميل اذا نجي للبيانات مالتنا صدق نلقي ميل وميل ثلاثة ميل والبقية بنات اربع بنات اربع فيميل فالPie Chart اروح للغراف Legacy 다 لوك باي سيلكت هيا سمرايس لكروب حليش اوفكم اياها يعني Graph Legacy هاي اللي هنا بها بياس هي بالعادة يختارون هاي هاذا الخيار بس مره وحده راح نختار غير الخيار بس بالعادة يعني ثم بالعادة سمرايس فور غرغiler والحصول لتحضر الموقعία على وثالث مختلفة وظيفة كخصوصية. يعني ما أنا عندي فى سانة واحدة هنا. أعطيها للمكان ما لـ define slices by. أختردتك روح الإخلال عند السلائسة示. أفزل هذه السلائسة هي المتظلم الذي قلتلكم عليها. أريد أجيبهن حسب أرقام. يعني كل واحد وعلى موجود. وعلى أص Student hold in a minute فى مرحلة. أي مال أين يوجدهن حسب النسبة مؤوية كذا ، فمن السلائسة هي المتظلم. شوفوا هاي, Graphs راح للليجاسي دايالوج راح للباي. بس هو يعني ما متعمق. يعني اللي احنا ما عدنا برغامج وكذا. ريدنا نحفظ الطريقة حفظ. فاني وياكم دا نحاول نفهمها فيهم. اوكي. Graphs for continuous data. for continuous data يعني بينقوي سياً اكثر شيء ارقام عدنا. فالدلالات ما لتنا ارقام. مثلاً راح نجل نتعامل ويا السكور ويا الweight ويا الage اللي هنه ارقام. يقول لي اول شغلة تفيدني هنا هي الهيستوغرام. هيستوغرام can be used to look at the distribution of data. هكو فتشي عندنا بالاحصاء اسمه normal distribution. المفوض احنا شوية من النظرة عندنا معلومة عنا. يعني هنا ما راح نتعمق به. هذا الهيستوغرام يفيدني اعرف انه انا عندي normal distribution او ما عندي normal distribution of data. اوكي. فهيستوغرام can be used to look at the distribution of data. this is important for determining if the data is parametric or not. فهيستوغرام can be used to look at the distribution of data. فهيستوغرام can be used to look at the distribution of data. فهيستوغرام can be used to look at the distribution of data. فهيستوغرام can be used to look at the distribution of data. هيا الجملة اريد اوصلها قبل لا اروح للبرنامج. يقول لي عدة اختبارات ما تصير. فهيستوغرام can only use if the data is parametric. يعني الا data parametric. يعني بين قوسين الا عندي normal distribution. طيب شن هاي شغلة البرل كيرف ومعرف شنو. هيا خلي نشرح شنو نكون histogram. واشرح لكم شنو هاي. هس احنا رايدي نكون histogram. اجي graphs. legacy dialogue. بعد انتو تقدرون يدلوني. histogram. اجي قلت لكم في شغلة رقمية. فراح اجي لله. اوكي. واقول لي الفارياب المالتي هو اله. display normal curve. اوكي. هاي يقول لي. البل كيرف. انا اقول لي display normal كيرف. حتى اذا كان شكله شكل البل. شون شكل الجرس. هو اكون normal distribution. اذا شكله مشكل الجرس. يعني بعيد كلش عن شكل الجرس. البل. فيعني ماك normal distribution. فهس انا قلت لي. يعني. فعالي تخيار ما. display normal curve. حتى يطلع لي الكيرف. واشوفه يشبه البل. او ما يشبه البل. واقول لي. اوكي. هذا. شوفو. فهنا. فهنا. قد شيء جدا جميل. هاي. الهيستوغرام مالتي. اوكي. حسب الاقام. وهذا البل. او الكيرف مالتي. فلين حاليا يشبه ما للجرس. فهو البل كيرف. فهو يشبه. فهو normal distribution. المفروض. ففدات اس بارامتريك. حي حجيناها. طيب. هنا الطريقة مالتي. ما راح اقراها حتى ما تطول. فقل لي. select display normal curve. اختار هاي اللي فعلتها انوياكم. حتى يطلع لي الكيرف. display normal curve. recommended. ليش recommended. يعني هاي شغلة مو الزامية. recommended. على مود اعرف البيانات مالتي. بيها normal distribution. لو لا. وراها اقول لي اوكي. وراح يطلع لي. هنا همين. بس قايلي شلون اكونه. راحنا للgraphs. وبعدين راحنا. لل legacy dialogue. وبعدين اجينا لل histogram. هاي خلصنا. نيجي المن. الشغلة اللي وراها. اللي هي scatter plot. scatter plot. scatter plot. شباب انتو تعرفوها. اللي هي. هاي ما. اذا اريد اعرف العلاقة بين شغلتين. متغيرات اثنين هن اقام. خلال. يعني. خلال فترة او كذا. مثلا. احنا هواي كل شينا نرسمها بالرياضيات. مال x و y. اوكي. واحد على متغير x والثاني على متغير y. والعلاقة بين ايناتين هيشي. فاذا كانت. يعني. هيشي فهي طردية. اوكي. اذا كانت. هيشي العلاقة فهي عكسية. وهكذا. فلقل لي. scatter plot. خلي عيفا ذاك الرسم حلو. هذا هيش حلو. scatter plot. displace the relation. احنا نصح لاعتقد باللحصة اخذنا. بالمحاضرات ديت. scatter diagram. scatter plot. displace the relationship between two scale. يعني اثنين اقام. quantitative variables. on x y coordinate system. على محور x y. is often used in conduction. with correlation or regression analysis. شوفوا. هذا. scatter plot. بيت. ثلاث انواع. حسن نشوفهن. واحد اربعة هنا. symbol scatter. اوكي. symbol و matrix. او symbol dot. و 3d scatter. symbol scatter. matrix scatter. 3d scatter. وكذلك عندي. symbol dot. overlay scatter. ذا اني كتعداد مهمات يعني ممكن يجي. اوكي. symbol scatter. matrix scatter. 3d scatter. symbol dot. overlay scatter. الشيء اللي راح نشتغل عليه احنا. ابسط واحد. symbol scatter. فخلي اشوفكم. انا قلت عليه ارقام. وشنو. ارقام اثنين يعني. two variables. فاروح اقول لي. و اقول لي. legacy dialogue. و اقول لي. scatter. هاي. سكتر. انقر عليها. اقول لي اياه واشوف الانواع مالتها. symbol scatter. matrix. وهذا 3d scatter. وعنده symbol dot. overlay scatter. فاقول لي. سمبل انا. و اقول لي. حسن من اريد على محور Y. ومن اريد على محور X. مثلا على محور Y. اريد على محور. ال H اريد على محور X. وال wait. اريد على محور Y. اريد ال واحد. المفروض كل ما يكبر. عمره زيد. عفون. كل ما يكبر عمره زيد. كل ما يكبر وزنه زيد. فا ادى اشوف هاي. ويا البيانات مالتي. صايرة متحقيقة لو لا. فاختاريت. بقى ال Y axis. ال wait. وعلى X axis. ال H. و اقول لي. احنا سواهم. طبعا هنا ارسمها كخطوط. اقدر يعني. ألعب بها. اخلي ينطيني أرقام. اعتقد هاي. هاي. رسم لي هسا. يعني قزمه ورقم. اقدر اخلي يرسم الخط. بس لازم ألعب بالإعدادات. ومعرفينه. متهمني هسا الإعدادات. اوكي. عندي. types of scatterboot. مهم معرفين. وشلون أسوي. اوكي. رحنا للغراف. رحنا للغراف. وعلى الطريقة مالتنا نفسيتها. اه. 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 شوفوا حتى الاختيارات. ورا كلمة. ما. ما سواها. scatterplot. بالسكتر بلوت. هذا مالتنا اللي طبقنا. هنا قلت لكم. البيانات مالتي طبقهن. او خلاهن بشكل. نقاط. اقدر اخليه يربط بين هاي النقاط بشكل خاط. واقدر اعرفها نهيتي. هذا الخط اللي هسا نرسمته المستقيم جدا. هذا اذا يعني عالي فهي علاقة طردية 100%. يعني بيها فد معامل. حسا انه علاقة طردية بس يعني مو منتظمة. اوكي. مو على خط مستقيم. فالسكتر بلوت. used when data are paired. يعني شنون paired. عندي H وعندي weight. فهي paired. each point on diagram represent a pair of number. كل نقطة هي على محور X و Y. فبيها يعني جاية من نقطة على X و نقطة على Y. مثل وحدة مثلا عمره عشر سنوات ووزنه عشرة. فهي وزنه عشرين كيلو. أو ثلاثين كيلو. فهي النقطة مالتي على محور X و Y. عشرة ثلاثين. هاي مثلا. فرضا هاي النقطة. هو هنا عمره حوالي تسع سنوات. أو قريب التسع سنوات. ووزنه ثلاثين. اوكي. فهي بيها X و Y. عشرة ثلاثين. ففه، فهاي الكوروليشن اللي نشوفها مرات تكون سترونك أو ويك أو نو كوروليشن وهيا أيضا ممكن يعني تناسب طاردي أو عكسي فقال لي بوزيتيف أو نيكاتيف يعني تناسب طارتي أو عكسي هيا هو راسمة أوكي وهيا خلص السكتر بلوت نيجي إلما هسا نيجي للبوكس بلوت البوكس بلوت هذا اللي حسب علمي احنا بالنظرية ما ما أخذينا حسب المحاضرات اللي أنا قاري فما ما أخذينا فإحنا يعني مو شي كلش مهم انه نعرفه بس الامتحان باتر البوكس بلوت هم جيدة لتفكي داتا بين مختلفين ها هو شلو الأشياء اللي تطلبها نيومريكال دباندانت فاريابل يعني نيومريكال وفاكتر وثوه أرمو رأو مو رأو مو رأو إذا تراجعون للجدول مالتنا هذا اللي ب البداية قلنا الهيسلوغام والبوكس بلوت يفيدنا ويا الاسكيل يعني ويا الأرقام ويا النيومريكال فهو يقول لي يطلب enumerical dependent variable and a factor with two or more groups. طيب. البوكس بلوت. شلون افعل البوكس بلوت. نفس الطريقة مالتي حالة البقية ما يعني ما تختلف بأي شغلة. واني يعني ما تعمقت انه شلون اسوي او اسوي بشكل امرتب. بس هاي هي منها اسوي وها هي. فهو legacy. ووراها اجي المفروض القاه. بوكس بلوت. هاهو. انقر علي. اقول عندي simple وعندي cluster. اقول لدفاين. ادخل variable multi. او اقول له. هاي. اقول له اوكي. راح يطيني فد واحد ثاني. شوفوا. هاي تخص الميل هاي تخص الفيميل. حقيقة انا ما اتعمقت بهن. فاذا انتوا تحبون تتعمقون بهن براحتكم. يعني هو ما اتعمقت بالمفهوم مالته. هاي الاقام او هاي البوكس اللي اجتني. شنو ترمزوا كذا. هذا ميل هذا في ميل. ايو يعني ما عرفت الموضوع كلش. وما ريد عارفة. هسه. هاي اقول لي. اهم تروح للغراف. وبعدين boxplot. تختار simple. شوفوا. هنا تختار summary of separate variables. هاي بالboxplot. لان هو غريب علينا. فراح يعني ما ما اخذينه. فنختار اختيار هم شوية غريب. اللي هو شنو. احنا كل مرة من نختار اختيار. شوفوا. هسه داريد نختار bar مثلا. و simple bar. نختار الخيار الاول اللي هو يعني. summary for groups of cases. بالboxplot. لا. راح نختار separate. اوكي. هذا الboxplot. اقول لي summary of separate variables. نختار summary of separate variables. هاي ممكن تجمسكيو. ما اعرف بعد. خلق define. select the variable for which you wish to create a boxplot and move it into. حالها حال بقية الخطوات. شوفوا. هذا هم رسم لي. هنا moderate to mild. نحن نحن الline graph. الline graph الشغلة كلش حلوة ومفيدة يعني. الline graph. اريد اشوف شغلة. لها علاقة ويالزمن يعني كيف لون. مثلا واحد. داي امتحن طالب سادس اعدادي. فبالشهر الاول جاب بالامتحان مالثي. هاي انا رسمي لكم ياها هنا. جاب بالبداية بالسبعين. بعدين جاب ثمانية وثمانين. بعدين جاب امتحان بي ستين. بعدين جاب مية شتحيلة. بعضين سبعين. اثنين وستين وسبعين. فجاب هاي الدرجات. فهاي الدرجات اريد اشوف د الزمن؟ فلينيgirags are useful in time-based designs يعني الصدقي يشبه الـ ECG شنو الـ variable multi numerical بارو راح اجياني اقول لا Graph legacy line graph عنقر علي اقول لا اريد واحد simple وهمي ان اختارت الخيار اللي هو مختارين اختار خاص بشكل افتراضي يسر اسماريي for groups of cases أقول له לחưởng اريده اريده إريده السكور حسب الدرجة مالتب مرور الشهر هذا س examining سميله هذه السكور مالتب CI 62 اعتقد انه يكون مشكلة بسيطة بالمهم هذه الرسم مالتب هذه بالنسبة لل line graph هسه كملنا الغرافات أخذنا البارغراف الباي الملتبل بار أخذنا الهيسلوغرام أخذنا اللاينغراف والبوكس بلوت كل هن حتيين عنهن التفاصيل دقيقة مو كلش بس المهم يعني هسه آن مثلا هنا صار عندي فتخطأ بسيط لأما أنا ما عرفته شنوه الآن بس مو مهمة هسه آني يعني مو شغلتي أتعمق بي شون الخطأ اللي صار عندي وليش الداتا ما طلعت لي يعني مفروض يعني زكزاك ليش ما طلعت زكزاك بس يعني حاليا اللي أريده هو شون طلعت لي اللا شلون رسمت لينغراف وها هي بس أريد أعرف شلون أرسم فلينغرافز are useful in time-based designs هاي حجيناها لينغراف هنا راح لل يعني نختار السيمبل وقلا define وهنا هميا نختار values of individual cases اها عرفنا الخطأ عمالتي اللي هو values of individual cases شوفو راح نختار يعني يعني ويا اللينغراف هميا نختار values of individual cases وكذلك ويا من نختارينا ال values of individual cases ويا البوكس بلوت بس هناك ما سمينا 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 راح نختار راح نختار values of individual cases فنرجع نطبق آنويا ونتعلم سويا أقول لي Graphs, Legacy Dialog, Line هضا اللين مختاريس سيمبل أقول لي, values of individual cases وأقول لي define وأقول لي علي سكور مالتي شوفوا رسم هذا الزجزاق مالتي حسب الدرجة مالتي بالسبعين هنا شوفوا شوفوا هاي بالبداية يعني حسب مستوى الدرجات ها هي هسه نجل السماري سماري قايد for appropriate analysis for two variables عندي يعني اذا عندي two variables فدأ اشياء تربط two variables اذا وان variable عرفناهن بس هستطيعون السماري بس عن the two variables اذا عندي category 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 اوكي اثنين هنهن تصنيفات مثل الجندر وهاي ما ال severity ما يلدو moderate severe هناك graphical يفيدني الملتبل بها اوكي واحنا تسويناه وقلنا هذا بين category وكاتيجاري والملاحظة موجودة على الملزمة اذا category scale يفيدنا هذا الجديد علينا البوكس بلوت اذا scale scale يفيدنا السكتر بلوت السكتر بلوت هذا اللي رسمناه الخط اوكي العلاقة بين متغيرين وهل العلاقة طردية او مطردية اوكي اللي احنا حسبناه بين بين الage وبين الweight هذا شنو؟ سكتر بلوت وهي نشوف بها العلاقة طردية او عكسية نسمي الهيئة الاناليستالسية 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 يعني ما بهم شي بس حفظ. اول شغل يقول لي check the range. اللي هو هاي البرنامج رح يسويه عندن الاشياء. check the range اللي هو the minimum and maximum of each variable. check the presence of and pattern of any missing data. ووراها check the presence of univariate multivariate outliers. ال outliers هي القيم الشاذة. يعني شلون قيمة شاذة. مثلا درجات او جبت عينات الاشخاص كلهم اعمارهم 10 سنين و 12 سنة. 11 سنة. 15 سنة. ووياهم فت كيس عمره 80 سنة. فهذا الشخص او الكيس مالتي اللي عمره 80 سنة. هو قيمة شاذة بالنسبة للدولة اللي عمرهم 10 و 11 و 12 بعيدة عنهم. كذلك conduct checks of normality. هاي ال conduct checks of normality راح نحكي عنها بالمحاضرة. اوكي. اللي هي شنو. اشوف عندي normal distribution او ما عندي normal distribution. خلي روح للبرنامج. حتى ريض اعرف عندي normal distribution او ما عندي normal distribution. اكو عدة اشياء اقدر اسويها. اول شي القائمة اللي راح اروح لها اسمها analyze. اوكي. واقول له descriptive statistic. ووراها اقول الفتش اسمك explore. نعيدها. Analyze ووراها descriptive statistic ووراها explore. ثم تخلى صورة المختلفة. ذات جهذه بالنسبة للتكالي easy to Здесь Blood C Music ووراهاث ت mich until you get a copy. وهناي حанием كنت ب descriptive with me. أسو поступت هؤلاء في الفتش is a short verdict. لدي إلى أن اعود إلى المرضيع. بس أمر منится استمرار، ما الذي ذلك؟ الموجودة هنا هس نعرفها او نعرف بس من عدها هي تفيدني تقول لي اكو اكو نورمال ديستربيوشن لو ماكو. وهي هي يعني هي هذا الهيستوغرام. طبعا الهيستوغرام اقدر نقرع عليه مرتين. اقول لي يرسم لي مال النورمال ديستربيوشن. هنا من كلمة element. يرسم لي ديستربيوشن. هذا البل كيرب يرسم ليها. يعني شوف لي بال كيرب مال البيانات مالت المهم هو يشبه هذا المنحني فهو يعني hubungي منظمة نارسة. هاي. فهنا قول لي تروح للانالايز وتروح محسن الشازن محسن الشازن حتى نرى نورمالي ديستربيوته لولا من الميجرمنت؟ اكو عندي مقاييس اقيس هين مثل الهايط الويت بلاد ورجاء مي بي نورمالي ديستربيوته in the community بط مي نوت بي نورمالي ديستربيوته if the study has a selected sample or a sample او او سمول سامبل سايز بينقوسين السامبل مالتي اختيار العينات مو صحيح اوكي اختيار العينات مالتي مو صحيح فاختارت عينات ما بيها نورمال ديستربيوتشن هس قوني من قتلكم اختارت واحد عمره داعش تسعة اطناعش واحد وياهم عمره ثمانين there is no normal distribution checks for normality examin with the mean شو من الاشياء التي تفيدني اعرف النورمالتي لازم المين والميدين values are close to one another خليني اجي للجدول مالتنا هذا الجدول بي المين هذا المين اول واحد اوكي تسعة بوينت كذا وبي الميديم اللي هو تسعة عدل فاذني لازم يكون نكلوز بغض النظر عهساني مو بصدد انه اقيم والمين والميديم اذا كانan مضعوا مصدد محدد voy to do نعم نعم 5.6 3 كذا استخدام التفاصيل العالي لتحقق على العالي وعنده فتشي اسمه سكونس و الكورتوسس هذا أيضا مقاييس موجودة تفيدني هيظني أخير شي سكونس نحن مطلوب من عدم اسم نعرف اساميهن وهذا السلايد نفهمه أو نحفظه يعني ما مطلب من عندي تفاصيل كاملة سكونس و الكورتوسس ذني أيضا يفيدني بالمعرفة التحقق على العالي وعنده ستاتيستيكال تست هسا ذني اللي بتجدول نشوف المين والميديم لازم very close to one another شغلة الثانية standard deviation يعني using the standard deviation to check normality شغلة الثالثة schooness and cortosis شغلة رابعة statistical test for normality شون statistical test for normality هاي الجملة يوضحها بالسايد اللي وعاه يقول ليابه انت عندك statistical test for normality اكفد مقاييس خاصة هي يعني صمموها بس على مودة يشوفون نورمال distribution او لا فشوفوا يعني القد مهتمين بهاي نورمال distribution الهيستوغرام يدلي عليها هذا الجدول اللي طلعناه يدلي عليها من خلال مين والميديم والسكونس والكورتوسس والساندار ديفييشن وكذلك جابوا قياسات متخصصة على مودة بس على مودة يعني هسا أنا فوق المين والميديم مايفيدني بس فقط بالنورمال ديفيشن عرف بهن هواي اشياء الستاندار ديفيشن كذلك الاستخدامات ثانية هنا جابوا لي قياسيا تستات اثنيا ذني متخصصات على مودة يعني على مودة اشوف اكو نورمال distribution لو ماكو فيقلي تيست أوف نورماليستي تايبل انتو راح تضوجون من عندي ومن اسماءهن من وراء ذني الاسماء الصعبة تيست أوف نورماليستي تايبل شوفوا الاسماء الجي الصعبة شوفوا الاسماء الجي الصعبة كولمو غوروف سمير نوف شوفوا حتى لفظهن مزعت كولمو غوروف سمير نوف وثاني اسم شوي اسهل شابير ولك هذين نتيجاتيات اثنين من خلالهن أقدر عرفوا أكو نورماليتي أولا لعنى لابنين لازم عندي القيمة اكثر من أوبوينت خمسة بالمئة اذا طلعت أقل من خمسة بالمئة أوكي أوبوينت صفر خمسة هذا يطلع إفيدنس اذا طلعت أقل من أوبوينت خمسة This distribution is significantly different than normal. يعني THERE is no normal distribution. حتى يكون عندي normal distribution لازم الـ p value ويذن التهستات الثانية هي اكثر من 5% طيب هاي الآ... يعني شلون اطلعن؟ وهس انشوف بالبرنامج مالتنا. رح اجي للبرنامج مالتي اكتفت شيء اسمه analytics بنالانالايز the descriptive statistics واروحي اختستبرر مثل ما شرحنا قبل شوي. وبهنا شون الشغلة اللي رح اسويها؟ مثلا للـ weight اوكي هذا الجندا خلي راجعة بس للويت بالنسبة للوزن مالتهم انا عندي مختار بوث الستاتيستيك و بلوت البلوت يعني هذا رسم بالمكعب بوكس بلوت فاني اقول لها يا ابا ما اريد بس رسم المكعب اريد الهيسلوغرام وياه واحسان مختار الهيسلوغرام وش اقول له هاي جوه اخلي عليها صح اللي هي نورمالي بلوت وث تيستس يعني طليع لي ذني تيستات الاثنين بس هو شوف الكلام مالته مشفه نورمالي بلوت وث تيستس يا تيستات يقصد عليهم ذني اللي اسميهن كلش مزعج فراح يرسم لي الداتا هذا الجدول طبيعي وهي تيستس أوف نورماليتي هذا كل موغوروف وهذا حج شاريبو شاريبو وكل موغوروف وهذا الني السيقنيفكنت اللي هي نفسية هالقيمة ما البي فاليو وهاي فهاي او بوينت اربعة وهي او بوينت اثنيا وما يهمني الساني هاي نورمال دستربيوتوتو لو مو نورمال يهمني انه انا طلعت القيمة اوكيหاة وهيه وكان الله يحب المحسنين هاي نفس الشرح يشرح للمسار مالتي انه هان رحتанизعد.. بعدين رحت سومنا ح kraj feminina وبعدين رحieht frequencies من يهمield leh frequency هو ماذا يكمل المسار يعاني داع كمل لكم المسار للنهاية يعني aíniayse ووراه narrative ووراه explorer وإلى النهاية و Scottish هاهي خلصنا هذا شوفنا frequently for entsprechological variables ترجمة نانسي قنقر